أذكر قصة ألمتني ألم شديدة رجل جاء لمسجد من مساجدنا في بريطانيا وعاش في هذه الأرض في مدينة منشستر ويبدو حصلت له مجموعة من المشاكل في المسجد أو في المركز فآثر أن يرحل لم يصبر على إخوانه آثر أن يرحل إلى مدينة أخرى ويشتغل في هذه المدينة ولم يكن في هذه المدينة أي مستر عاش أطفال كانوا صغار الأطفال درسوا في المدارس لم يروا مسجداً لم يزوروا مسجد قط إنما كانوا في البيئة والمساجد ما فيه الرجل يعيش منفرد بهم لما انتبه كانوا كبار قليلاً وأراجع أراد أن يرجع بهم إلى بيئة الإسلام ورفضوا وما زلت أذكر وأنا الدمعة كانت في عيني عندما حثهم فقط أن يأتوا لزيارة المسجد دخلوا إلى المسجد لأول مرة ودخلوا وكأنهم قد دخلوا إلى كنيسة أو إلى متحف لا علاقة له بالمكان وكانوا يسألون يستغربوا من حالة المسجد يعني إيش يفعلوا وين يقف الإمام فجوة إيمانية والسبب هو الأب والسبب هي الأسرة التي أخذت ويذلك الذي يريد أو يدعو أبنائه إلى الصحبة الصالحة لا يكون ذلك فقط بالكلام إنما عليه أن يبحث عن مجميع المسلمين وينتقي من الأسار ناس جيدة ويتفق معهم هذا الأمر الأول رفقة صالحة من المسلمين إذا؟ من المسلمين هذا لا يمنع أن يكون هناك رفاق لأبنائنا من غير المسلمين لا مانع لكن لينتبه جيد في مرحلة من المراحل العمرية يجب أن يكون الغلبة والصحبة والتلازم والملازمة مع أبناء المسلمين هذه بدون تردد أقولها الأمر الثاني وهو حرص الشاب على المؤسسات الإسلامية وأول مساجد أنصح كل شاب يريد أن يحافظ على دينه أن يكون مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسجد كنت أقول دائماً على الأقل صلوات الليل صلاة العشاء والمغرب والعشاء والفجر لا تتركها في المسجد لذلك الحرص على ملازمة المساجد على أحياء هذه الشعيرة المباركة المسجد في أوروبا لا يمثل فقط موطئاً أو موطناً للصلاة إنما هو في الحقيقة من أهم الموارد التي تحفظ على المسلم الهوية والانتماء العقدي والديني المسجد ليس فقط لإقامة الصلاة الخمس في ديار المهجد كذلك مع المسجد المؤسسات الإسلامية المؤسسات الدعوية المؤسسات التربوية المحاضنة التربوية الشاب عليه أن يبحث وأن يسأل عن هذا الأمر الأمر الثالث وهو أن يرتب الإنسان لنفسه الحد الأدنى مما يحفظ عليه نور الإيمان في قلبه الحد الأدنى من القرآن الكريم الحد الأدنى من الأذكار الحد الأدنى من الصدقات يعني الحد الأدنى من أعمال البر